كشفت مستشفى في مدينة سان ديوغا الأمريكية النقاب عن ميلاد رضيعة حية هي الأصغر حجما في العالم حيث لم يتعدى وزنها 245 جراما وولدت الطفلة سايبي بعد 23 أسبوعا وثلاثة أيام من حمل والدتها وظن الأطباء أنها لن تعيش أكثر من ساعات واحدة حيث يبلغ متوسط تكوين الطفل أثناء الحمل أربعين أسبوعا وتمكنت الطفلة القوية من النجاة حتى تخطط مرحلة الخطر ووفق الأطباء على خروجها من المستشفى بعدما أصبح وزنها كيلو جرامين بعد نحو خمسة أشهر من البقاء في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة